ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية فيلم غلاس اونين او البصل الزجاجية وصل اخيرا واللي يعتبر واحد من اكثر الافلام المنتظرة بالنسبة لي هذه السنة ازعشتكم فيه في سلسلة شخبار هوليو وهو الجزء الثاني من فيلم نايفز اوت اللي نزل تقريبا قبل ثلاث سنوات وبالتحديد سنة 2019 الحزين في الموضوع يا جماعة انه الفيلم هذا غلاس اونين نزل قبل كم شهر على صالات السينما وفي صالات سينما معينة حوالي 600 صالة سينما حول العالم يعني في ناس كانوا محظوظين جدا انهم يشوفوه مرة بدري قبل كل الناس وفي السينما كمان بالرغم اني ما احب بروح السينما كثير بس صراح هذا الفيلم كان يستاهل ان الواحد شوفه السينما عموما يا جماعة قبل كم يوم نزل هذا الجزء او الجزء الثاني على منصة نتفليكس واللي نتفليكس هي اصلا الشركة المنتجة له وبالمناسبة يا جماعة الجزء الثاني من نايفز اوت او غلاس اونين ما هو مرتبط بالجزء الاول تماما يعني مو بالضرورة انك تشوف الجزء الاول بعدين تروح تشوف الجزء الثاني الا شوف الاول بعدين الثاني شوف الثاني بعدين الاول عاد الرابط الوحيد بين الجزئين هو شخصية المحقق اللي قدمها دانيال كريغ او المحقق بين وابلانك الفيلم مصنف كوميدي ودراما وجريمة وبالرغم من انه الغموض مليان في هذا الفيلم إلا أنه في بعض مواقع الأفلام صنفته على أنه جريمة وكوميديا ودراما فقط يمكن لأنه مكتوب في عنوان الفيلم Onion Glass Knives Out Mystery Mystery أوكي الميستري أو التصنيف تصنيف الغموض موجود في عنوان الفيلم عموما ما يهم الكلام ذا الغموض هو جزء لا يتجزأ من هذا الفيلم الفيديو ما راح يحتوي على حرق يا جماعة وراح يكون مجرد مراجعة وتوصية في نفس الوقت اشترك لي في القناة لو ما كنت مشترك وفعل جرس التنبيهات على طريقة ولو أعجبك الفيديو وحب تدعم القناة زر اللايك بيكون حاجة مرة كويسة وتعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي والدسكورد وتويتش كلها موجودة في صندوق الوصف وكمان قناة الألعاب والميمز برضو موجودة في صندوق الوصف غير كذا يلا بينا نبدأ أول حاجة يا جماعة وش يعني Glass Onion أو إيش المقصود بالبصلة الزجاجية في هذا الفيلم من وجهة نظري بطبيعة الحال يا جماعة داخل هذا الفيلم عندنا مجرم أو أكثر من مجرم ولكن يا جماعة في بعض الثقافات أو بعض الدول يقولون إيش؟ يقولون فلان زي البصلة من بره ريحته مزعجة وكل ما تقشره تكتشف أن الريحة تصير مزعجة أكثر واحدة من الشخصيات داخل هذا الفيلم أنت من يوم تشوفها تقول فه إيش الشخصية الكريهة دي أو كذا أول ما تشوفوا داخل الفيلم تقول هذه الشخصية وراها مصيبة وكل ما تعمقت في أحداث الفيلم تكتشف أنه فعلا الشخصية هذه من بره وراها مصيبة وكل ما تكتشفها أكثر تكتشف أنه وراها مصيبة أكثر واكثر زي حكاية البصلة فهمين كيف التحليل بس طبعا فيه تعريفات ثانية ورمزيات ثانية للبصلة بس بالنسبة لي أشوف أنه التعريف اللي قلت لكم فلان زي البصلة هو أفضل تعريف ممكن نستخدمه في هذا الفيلم عموما قصة الفيلم يا جماعة قصة الفيلم عن شوية ناس كذا معاهم فلوس أثرياء يعني يطلعون إلى جزيرة معينة علشان يضيعون وقت ويفلونه وينبسطونها مع صديقهم الثريء اللي هو دعاهم إلى هذه الجزيرة ولكن بعد وصولهم الجزيرة بوقت معين تحصل جريمة قتل ولكن الجريمة هذه ما هي حاجة واضحة جدا تقول أوه واضح فلان اللي سواها إلا لو إنك كنت مرة مركز غالبا ممكن راح تعرف مين اللي سوا هذه الجريمة أو مين اللي ارتكبها أو على أقل ممكن يكون عندك مجموعة توقعات الكاتب غالبا راح يحاول أنه يلعب فيك يمين وشمال عارف كده يسوي فيك وان تو أو على أقل أنا لعب فيني صراحة يمين شمال ولعب فيني وان تو أكثر من مرة مع إني حرفيا لاحظت إش قاعد يحاول يسوي فيني الكاتب من بداية الفيلم على سبيل المثال كده كان يرمي شوية أشياء كده بشكل عشوائي يخليك تلاحظها أو ما تلاحظها بكيف ولكن هذه الحاجات اللي كان يرميها للأمانة كانت ترسخ في دماغي أو على أقل في عقل الباطن شوي يرمي لي حاجة ثانية حاجة ثالثة حاجة رابعة حاجة خامسة وبالرغم من كل الملاحظات أو كمية الملاحظات اللي جمعتها داخل دماغي وأنا تابع الفيلم إلا أنه اكتشفت أنه فعلا الكاتب قادر يتلعب فيني تلعب فيني مزبوط بالمناسبة الكاتب هو نفسه المخرج راين جونسون أوكي النتيجة النهائية للفيلم يا جماعة ما كان صعب علي أتوقعها بس أنه قبل ما نوصل للنتيجة النهائية ذي اللي كنت تقريبا متوقعها لعب فيني لعب فيني يمين شمال وصراحة يعني لو في حاجة ممكن أثني على الكاتب فيها هو أنه فعلا قدر يكتب قصة جميلة ومشوقة وفي نفس الوقت قدر يتلعب فيني الكوميديا في هذا الفيلم يا جماعة بالرغم من أنها جزء لا يتجزأ منه إلا أنها كانت لذيذة وجميلة وموزونة وفي شخصيات كان وجودها داخل الفيلم ضريف ومسلي أكثر من كونها جزء من القص ولعل المخرج والكاتب يا جماعة أتوقع أنه عنده مشكلة مع الناس الأثرياء في الجزء الأول كان أبطال الفيلم ناس مرة أثرياء وكيف يضاربون على الفلوس وعلى الثروة ومن ذا الكلام وفي الجزء الثاني كمان أبطال الفيلم ناس أثرياء بس في هذا الجزء بالتحديد الجزء الثاني من نايفس آوت جاب لك الكاتب مجموعة أثرياء فيه ناس عندهم ثراء سياسي يعني ثراء من وراء السياسة وناس عندهم ثراء علمي أو ثراء من وراء العلم والاختراعات ثراء تجاري بل أنه فيه شخصية داخل هذا الفيلم ثراءها كان عن طريقة اليوتيوب وتويتش وفيه كمان شخصية أضافية تحاول تبني نفسها أو تتسلق على ظهور هذول الأثرياء فالكاتب كان يسخر من الأثرياء مثل ما كان يسخر من الأثرياء في الجزء الأول ولكن في هذا الجزء كان بشكل مختلف أو بشكل أكثر عصرية كيف نظرتهم للحياة وكيف الأنانية لترافقهم على حساب المحافظة على مكانتهم الاجتماعية وثراءهم وفي نفس الوقت دخل لك في النص شخصية أو أكثر من شخصية عادية يعني شخصية ما هي ثرية مرة ولا هي فقيرة مرة شخصية من الطبق المتوسط وكيف أنه الشخصية المتواضعة هذه أو الشخصية البسيطة هذه تحكم عليهم وتقيمهم بناء على نظرتها الشخصية للناس الأثرياء وكمان الكاتب خلى المحقق العبقري هذا اللي قدم دوره دانيل كريغ كيف أنه قادر يكشف كل تصرفات هذول الأثرياء ويكتشف كل جزء من شخصياتهم بناء على تصرفاتهم وعلى طريقة تعاملهم مع الأشياء من حوله وكمان سخر الكاتب من جزئية أنه الفلوس ماهو شرط تخليك ذكي الفلوس ممكن جيب لك أحلى سيارة أحلى بيت أحلى جزيرة أحلى وأحلى أي حاجة ممكن تكون ملياردير بس في نفس الوقت ممكن تكون ثور وعقلك ما يسوى بصلة استخدمت كلمة بصلة يا وجيه حلوة منه وكالعادة يا جماعة دانيل كريغ في هذا الجزء للأمانة تألق وأبدع وأثبت لي فعلا أنه يقدر يقدم أي دور ممكن تطلبه منه مو شرط فقط أدوار جريئة وجادة مثل شخصية جيمس بونت شخصية المحقق اللي قدمها دانيل كريغ للأمانة شخصية مرة رهيبة ومكتوبة بطريقة مميزة ومختلفة شخصية ممزوجة بالكوميديا والذكاء والسخرية والجدية في نفس الوقت وهل فيلم بالتحديد أو سلسلة نايفس آوت أتوقع أنها راح تفتح آفاق جديدة وكثيرة للممثل دانيل كريغ ويجرب فرص جديدة وأدوار جديدة ما قد قدمها الحلو في الموضوع يا جماعة أن أحداث الفيلم تدور في عصرنا الحالي مش في الماضي ولا في المستقبل لا في وقتنا الحالي خلال السنوات الماضية هذه بل أنه كان فيه إشارة وفيه ريفرنس الأيام الحجر الصحي وفيروس ماكرونة ومن هذا الكلام والأشياء هذه صراحة أعطت جو جميل للفيلم يعني تحس أنك قاعد تتابع حاجة من عصرنا عموما نرجع لجزئية تلاعب الكاتب والمخرج فيني بالرغم من أنه مثل ما قلت لكم الكاتب لعب فيني يمين ويسار إلا أنه فعلا كل الأشياء اللي لاحظتها قلت لكم كده كان يرمي لأشياء خليني ألاحظها بالفعل في النهاية طلعت أشياء لازم تلاحظها أو على أقل أنا قدرت ألاحظها بشكل صحيح أيا كانت الرسالة اللي يحاول يمرر لياها من ذيك اللحظات اللي يرسلها لي في بداية الفيلم كانت فعلا قابلة للملاحظة على قلب النسبة لي وعلى الرغم من أنه نهاية الفيلم كانت غير متوقعة إلى حد كبير إلا أنها ما كانت مرضية أوكي أنا أحب النهايات الغير متوقعة بس هذه النهاية ما كانت مرضية ما بردت قلبي ما حسيت أنه أوه هذه النهاية اللي تليق بالفيلم أحس أنه الكاتب كده تورط فيها عارفين وهذه مشكلة يواجهها كثير من الكتاب ترى سهل جدا أنك تكتب فيلم ببداية كويسة وينتصر بشكل كويس بس النهاية النهاية هنا يتورط الكتاب نسويها كلاسيكية ولنسويها غير متوقعة ولنخليها مفتوحة فبشكل عام صعب جدا أنه نهاية كل الأفلام والمسلسلات وأيا كان العمل اللي التابع تكون مرضية لجميع الجمهور نادر جدا تحصل وأنك تلاقي نهاية مرضية لجميع الجمهور بس للأمانة وعشان نكون منصفين النهاية ما كانت سيئة أوكي ما هي مرضية بس في نفس الوقت مش سيئة لومني جماعة الفيلم جدا جميل وممتع ومر الوقت وأنا أتابع بدون ما أحس نهائيا مدة الفيلم حوالي ساعتين ونص وللأمانة حسيت كأنها ساعة ونص رتم الأحداث جدا جميل ولطيف وعنصر التشويق لعله لعب أفضل دور في أنه يخلي الوقت يمر من دون ما تحس أو من دون ما أحس أنا شخصيا ما أدري عنكم صراحة طريقة تسرد الأحداث جدا جميلة وجابها الكاتب من أكثر من منظور يعني يسرد لك القصة كده بطريقة بعدين يرجع بالزمن ويسردها بطريقة مختلفة بحيث يخليك تشوف صورة معينة بعدين يخليك تعيد النظر فيها بس من وجهة النظر ثاني وختاما يا جماعة تقييم الفيلم هو ثمانية من عشرة وعلى ما أظن أنه آخر مرة شيكت كان تقييمه في موقع آيم دي بي هو سبعة ونص أو سبعة فاصلة ثمانية شي زي كذا كان ثمانية بس أنه نزل حاليا وانصحكم يا جماعة أنكم تتابعوا الفيلم في أقرب فرصة سواء كنتم تابعين الجزء الأول أو ما كنتم تابعينه ومثل ما قلت لكم تقدروا تتابعوا الجزء الأول بعدين الثاني أو الثاني بعدين الأول It doesn't matter وما راح يفرق معاكم هو شيء واحد مرتبط بين هذه الأفلام شخصية المحقق اللي قدمها دانيل كريك وفي حال أنك تسأل هل تنصحني أتابع الجزء الأول برضه يب أنصحك أنك تتابع الجزء الأول برضه ولكن الجزء الثاني بالنسبة لي كان أفضل من الجزء الأول بنسبة جيدة بس والله يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا اللايك لو أعجبكم الفيديو واشتركوا في القناة لو كنتم مشتركين وفعل جرس تنبيهات تعالوا تابعنا المواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وقناة الألعاب كل موجودة في صندوق الوصف كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم